أعزائنا طلبة وطالبات سنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة كلمنا بقلنا حلقتين على الباب التالت أخلاقيات المهنة النهاردة في بعض الأجزاء اللي احنا نسيناها في الحلقة اللي فاتت هنتك عليها ونعمل عملية تأكيد ولو قضى الوقت ناخد بعض الأسئلة اللي وردت في الامتحانات السنوية العامة تعالوا بينا نفتكر يا طرح نتكلمنا في ايه وقفنا عند ايه لما جينا نبتدي الباب دوات اتكلمنا على دور العمل في تقدم الأم ومنهضة الأم اتكلمنا على الثلاث فرق فريق أول فريق تاني فريق ثالث قاموا بوضع معايير إزاي نمشي عليها واختلفت آراء الفرق اتكلمنا على أسباب ظهور أخلاق المهنة قلنا عجز الأخلاق الخلل الأخلاقي غياب الضمير والوازع الديني وقلنا إن ممكن نتحقق ممكن تتحقق القيمة الأخلاقية الصحيحة لو أصبح هناك وازع داخلي من الإنسان كلمنا على تعريف يعني الوظيفة العامة أخلاق الوظيفة العامة عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة كلمنا على مبررات اهتمام المؤسسات بعناصر أخلاقيات الوظيفة العامة كلمنا على الأليات التي تعتمد عليها المؤسسات كلمنا على دور الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع في جزئيتين احنا نسيناهم تعالوا نأكد عليهم ونأكد على دور الفيلسفة في العمل وان شاء الله لو الوقت قضى نتكلم على بعض الأسئلة اللي وردت في امتحانات السنوية العامة في السنوات السابقة تعالوا نشوف النهاردة هنتكلم عليهم هنتكلم أول حاجة على أهمية ميساق أخلاق المهنة ونشوف هنتناول يا ترى كم نقطة فيه أول نقطة عندي الصورة الزهنية الإيجابية تاني نقطة عندي الالتزام بالوسائل القانونية والاجتماعية تالت نقطة عندي هتكلم على تحسين الأداء ورابع نقطة عندي هتكلم على الاستخدام الأمثل للموارد تيجي نفصص الكلام وناخد مثال خارج المنهج يأكد لنا المعلومة ونوضح عليه الكلام ممكن يكون الكلام صعب أهمية ميساق أخلاق المهنة أنا عندي مؤسسة أنا عندي شركة أنا عندي مصنع المصنع أو المؤسسة شغال في مجموعة من العمال الناس بتشتغل مصنع مؤسسة شركة كبيرة لو كل واحد التزم بقيم العمل لو كل واحد التزم بسلوكيات وداخل العمل معنى كده هيكون صورة زهنية إيجابية لدى الأفراد المتعاملة مع تلك المؤسسة طب تيجي ندي مثال نفترض أن أنا عايزة أصنع مكتب معين روحت اتفقت مع مؤسسة معينة أنا عايزة مكتب ليه موصفات معينة هتسلمني المكتب إمتى؟ قال لي هسلمك المكتب يوم كذا شهر اثنين لو التزم بكلمته لو التزم بمساق أخلاق المهنة لو حفظوا على قيم وسلوكيات العمل والتزموا بكلمتهم ووعدهم معنى كده هيكونوا صورة زهنية إيجابية يعني ايه؟ يعني أنا هتعامل معهم مرة تانية يعني ايه؟ يعني لو حد سألني على مؤسسة أو شركة ناس ملتزمة بمساقيات بقواعد بأخلاقيات العمل أنا هرشحهم طب السؤال هيجي لك ازاي؟ هيجي السؤال يقول لك الصورة الزهنية الإيجابية من نساق أخلاق المهنة هتروح انتقل العبارة صحيحة أو لو جي قال لك حلل أو اشرح هتروح تشرح السطر ده إن أي ناس داخل أي مؤسسة لو انتزموا بقيم بسلوكيات العمل معنى كده هيكونوا صورة زهنية إيجابية طب تاني نقطة عندي اسمها الالتزام بالوسائل القانونية والاجتماعية مؤسسة ملتزمة بالوسائل القانونية والاجتماعية يا طرى بتعمل إيه؟ ما بتعملش مخالفة ده عاملة مدخنة لحماية البيئة من الأدخنة الضر دي بتحافظ على البيئة من التلوث عارف لما تخش كده داخل أي مؤسسة أو داخل أي مصنع وتلاقي المصنع ملتزم بالوسائل القانونية يعني ما بيعملش حاجة مخالفة يمين ولا حاجة مخالفة شمال ولا ليه أي انحرافات سلوكية معينة داخل مجال العمل معنى كده هيتجنب المسألة الأخلاقية والاجتماعية الناتجة عن عدم التزامه هو لما انت تيجي تفهم الكلام بيقولك ايه أهمية المساق؟ ايه أهمية الناس اللي بتشتغل؟ قواعد السلوك، سلوكيات العمل يبقى تاني نقطة الالتزام بالوسائل القانونية والاجتماعية ملتزمين؟ اه مش مخالفين؟ اه عاملين مداخل لحمية البيئة؟ لا صرف ليهم لوحده ما بيلوسوش البيئة؟ ما حدش هيرفع عليهم أي قضية وهيتجنبوا المسألة الأخلاقية والقانونية طب تالت نقطة عندي النقطة بتقول لي تحسين الأداء ايه رأيك لو أنا جيت استلمت المكتب؟ فلقيت المكتب مش بنفس المواصفات اللي أنا طلبها استلمه؟ برافو عليك بتقول لي لا طب لقيت الخشب مش هو نوع الخشب اللي أنا عايزيه استلمه؟ لا طب لما انت قلت لي لا يا طرى هطلب من المؤسسة أو المصنع أو الشركة أو المحل يا طرى يعمليه؟ انت قلت لي هتطلبي تاخذي فلوسك أو يعملك واحد تاني طب لما طلبت ان هو يعمل لي واحد تاني يا طرى المؤسسة أو المصنع كذبه ولا خسره؟ خسره وهم اللي تحملوا زيادة التكاليف يبقى تحسين الأداء لو التزموا بقيم العمل لو التزموا بسلوكيات العمل لو حسنوا أداءهم داخل العمل معنى كده لو ما عملوش ما انتجوا ليش حاجات مخالفة لو ما عملوش حاجات فيها عيود صناعة معينة معنى كده هيكسبوا ومش هيتحملوا زيادة التكاليف المفروضة عليهم طب آخر نقطة الاستخدام الأمثل للموارد خلي بالك لو صاحب المصنع صاحب المؤسسة صاحب الشركة هيجيب آلات رضيئة الله طب ما هو لو جاب آلات رضيئة طب ما العمل معنى كده هتصفهم بعض الأمراض أو ممكن يتكسلوا أو ما يسلموش الحاجة في معادها طب لو المصنع خلي بالك أنتج لي حاجات بها بعض العيوب الله طب ما هو نفس الكلام يبقى مقصود الاستخدام الأمثل للموارد لو حسنوا انتجهم لو كل حاجة وظفوها توظيف صحيح ماله هنتعامل معهم تاني لأن خلي بالك كل منتج هما بيعملوه بيستخدموه بيستخدموه استخدام أمثل استخدام صحيح لو هم فكروا يغشوني مش هاخد البضاعة لو هم فكروا يجيبوا آلات رضيئة العمال هتائية العمال هتتكسل العمال مش هتسلم الحاجة في معادها السؤال بييجي يجيب لك نقطة واحدة ويقول لك من ميساق أخلاق المهنة اشرح أو حلل أوضع علامة صح أم خطأ ده من أهمية ميساق أخلاق المهنة طبعا عندي شقة آخر وهو دور الفيلسوف في وضع ميساق أخلاق المهنة أو دور الفلسفة في وضع ميساق أخلاق المهنة تيجي كده أوريك طريقة سهلة إزاي تعرف تحفظ بيها تعالوا نكتب كده العنوان أنا عندي العنوان دور الفلسفة في وضع ميساق أخلاق المهنة أربع كلمات عايزك تبتدي بيهم اتنين تلاتة أربعة واحد تحليل اتنين تحديد تلاتة وضع أربعة مبادئ ودي هتلاقيها في كتاب المدرسي دي أول كلمة من كل جملة خلي بالك إن السؤال في هذا الشكل ما بيجيش يقول لك واحدة وانت تشرحها لا ده بيقول لك أذكر سلاسة من دور الفلسفة في وضع ميساق أخلاق المهنة واحد تحليل بحل المين بحلل المجتمع وأشرح لك بالتفصيل اتنين تحديد طب بتحددي إيه أنا بحدد المبادئ اللازمة اللي بقدمها للمجتمع طب تلاتة إنتي بتحط إيه أنا بحط مبادئ لسلوك أخلاق المهنة طب ليه بتحطيهم عشان أضمن جودة منتج وتقدم مجتمع طب تيجي كده نقولها بفكرة بسيطة وطريقة سهلة السؤال هيجي يقول لي أذكر دور الفلسفة في تحديد ميساق أخلاق المهنة واحد تحليل بحلل إيه؟ بحلل الواقع الاجتماعي والثقافي عشان استخلص القيم الأساسية يبقى اللي كي يؤسس ميساق أخلاق المهنة لابد من دراسة تحليلية للمجتمع ومعرفة المرحلة التاريخية اللي بيمر بها المجتمع لازم عايزة حط ميساق طب عارف الواقع إيه المناسب لي وإيه غير المناسب لي وإيه المرحلة التاريخية اللي هو وقف عليها عشان أحدد المناسب لي لو أنت عيين وانا عيينة وإحنا الاتنين رحنا لطبيب وكتب لنا على مضادة حيوى أنت ممكن تاخد جرعة أقل أنا أخد جرعة أعلى أنا أخد أقل أنت حسب بنان على التحليل بنان على الحالة نفس الكلام أنا عايزة يحط لي ميساق عشان يحط الميساق لازم يحلل الواقع الاجتماعي والثقافي معرفة وسط خلاص القيم الأساسية المناسبة لها معرفة المرحلة التاريخية التي يمر بيها المجتمع طيب حللنا هنبدأ نحدد طيب إحنا هنحدد إيه إحنا هنحدد بعض المبادئ المناسبة لهذا المجتمع طيب بناء على إيه بناء على القيم التي قام الفيلسوف باستخلاصها طيب هو إحنا لما بنحط المبادئ المبادئ أو الميساق أخلاق المهنة الفيلسوف دوره إيه الفيلسوف هو اللي بيساهم في وضع الميساق أخلاق المهنة لوحده لا بمشاركة المتخصصين معاه طب لو حطينا هذا الميساق الأخلاقي يا ترى إيه اللي يحصل للمجتمع هتضمن تقدم مجتمع تقدم وجودة المنتج السؤال في جزئية دي بيجي أسكر سلاسة من دور الفيلسوف في وضع ميساق أخلاق المهنة يبقى إحنا اتكلمنا تدينا النهاردة في حلقة النهاردة أهمية ميساق أخلاق المهنة إيه فايدة الاتفاقيات إيه فايدة الالتزام بقواعد بأخلاقيات سلوك العمل كلمنا بعد كده دور الفيلسوف في وضع ميساق أخلاق المهنة طيب تعالوا ننقل لجزئية أخرى إحنا خدنا دور الفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية أنا طلبة منك ثلاث أجزاء بس الفيلسوف عضوة عايش في المجتمع يتأثر بأحداثه ويؤثر فيها إذن الفلسفة لا تنشأ من فراه الفيلسوف واحد هو اللي بيحمي عقيدة الأمة من التجزئة زي مين؟ نيتشوهيجل في ألمانيا خلي بالك الفيلسوف هو اللي بينقل المجتمع من حالة اللامبالاء من حالة السلبية من حالة التجزئة لحالة الوحدة والتماسك الفيلسوف هو اللي بيقبل كل الأفكار الواردة عليه يلخصها يحللها يفندها معك ابن رجد معك الفرابي معك الكندي كل دول من الفيلسفة اللي كان لهم دور عايشين في المجتمعات يقصروا ويتقصروا بأحدثها بعد كده تناولنا ودي من أهم الأجزاء دور الفيلسفة في العمل عندي معايا أفلاطون ومعايا أرستون ومعايا الفرابي ومعايا ابن خلدون ومعايا اتنين من الفيلسفة المعاصرين هيجل ومعايا أدم سمس وانت بالذكر خد الكلام على انه هو قصة استشفي منه الأساسيات افهم القصة لو فهمتك قصة هتعرف انك تحل الأسئلة اللي عليها أفلاطون عايز يبني مجتمع عشان يبني مجتمع عايز يوفر ثلاث حاجات أساسية مأكل مسكن وملبس وخلي بالك الفرد بيعتمد على غيره في إجباح حاجاته وانت خدتها في علم الاجتماع ان ابن خلدون اكد ان الأفراد لا يستطيعوا ان يعيشوا متبعدين منعزلين نفس الحال هنا طب يا طرى يا أفلاطون عشان ننفذ هذه الحاجات الأساسية نعمل ايه طب ناخد أميرة ألو ألو السلام عليكم إزاك يا أميرة إزاك يا أسسراي عاملة ايه الحمد لله طب الحمد لله أخبار الباب الثالث معاك ايه في الفلسفة الحمد لله كويش حلو ايه وانا حلو طيب عندك سؤال ولا انت تساعدينها في أفلاطون ولا انت عندك سؤال يا أميرة قليتني يعني أنا ممكن أساعدك وممكن أقول الأسئلة طيب ماشي قول الأسئلة وبعدين تساعديني عشان أنا نسيت أفلاطون يلا قول يرى أرستو آه أرستو أن نظام الرق طبيعي أن نظام الرق طبيعي عقب برأيك حلو عقب برأيك حذرك هنا عقب برأيك اللي هو أنا أقول لك تعقيب ولا لنا أشرح هنا بقى الكرة في ملعبك لو قلت يرى أرستو أن نظام الرق نظام طبيعي حتروحين تي شرحة أنه قططين آلة الحياة وآلة منزلين وممكن تروحي آي للنقد اللي تم توجيهه الأرستو أن ما تنسيش فاكرا النقد اللي تم توجيهه الأرستو أن أنت بتنقضي فكرة الرق وأنه جعل الرق لغير اليونانيين وأنه نادم فكرة التميز الكرة هنا في الحتة دي في ملعبك أنت حرة يأما تشرحي وجهة نظره يرى أرستو أن النظام الرق نظام طبيعي عقب برأيك آه يبقى بتشرحي كلامه لأ يبقى أنت بتقولي النقد يبقى يأما أقايد يأما لا أقايد وترحق إلى النقد أقولي السؤال الثاني أسكر المواضيع التي تناولها القانون الدولي لحماية البيئة ده ملغي ملغي؟ آه بس أنت في السودان 2016 آه ما هو اتلغى الكلام ده كان 2016 بس اتلغى 2017 و 2018 عندك سؤال تاني؟ لا هتساعدك في أسلطان ماشي تفضلي ساعدين عندك مجتمعين صح؟ مجتمعات البداية والمجتمعات الحديثة؟ مجتمع في حديثة قولي المسامعة البداية اللي هو بييرى فيه كل فرد بيكون بكل المهام الزراعة والصناعة والتجارة ماشي حيلو والمجتمعات المتحدة؟ مجتمعات البداية هو كل واحد متخصص في مهنة معينة وبيميل أفلاطون إلى هذا الرأة حيلو طب تفتكري إيه الهدف من كده؟ ليه بيميل للتقسيم الاجتماعي يا ميرا؟ عشان هنا بيخصص التقسيم الاجتماعي بيخصص له كامل وقته وده دووتي بيميل له عشان أنه بيحصل على منتج من نوعية جديدة يبقى السلعة جيدة والشخص هو بينتج الحاجة بيكون مستريح حسنها تعدية الوظيفة يعني هو بيعمل في العمل اللي هو بيعمل فيه المهارات بتاعته طيب إيه رأيك أن أفلاطون متشابه مع رجال الاقتصاد؟ هل تؤيدي أم لا تؤيدي؟ لا غالط عشان هو أفلاطون بنظر للعمل على أنه مجرد خدمة وليس السلعة تمام وإن أفلاطون لا يهدف لزيادة الإنتاج المترطبة على زيادة الصروة طيب ماشي أفلاطون قسم المجتمع لطبقتين؟ إن هما الأحرار والعبيد إيه وظيفة الأحرار وإيه وظيفة العبيد؟ الأحرار إن هما بيقوموا بالبحث الفلسفي أيوة بحث فلسفي والسياسي وهم بيملكون الأرض الزراعية ولكن مش بيشتغلوا فيها والعبيد هما اللي بيشتغلوا فيها عشان هما ما فيش وقت لإن هما يقوموا بعمل الزراع حالو اختملنا بقى القصة دي أميرة ونقضلنا أفلاطون إنه أفلاطون هنا تخصص العمل وقسمه وقيمة العمل إنه أخفى للبعد الاقتصادي يبقى أخفى للبعد الاقتصادي بإخفاله للمشكلات المترطبة على زيادة الإنتاج صح؟ أخفى لتاله أيوة صح ماشي وإنه يحسب عليه أو يأخذ عليه إنه ندى بنظام؟ إنه ندى أخفى لتاله العمل كثيرا ونظر على إنه مجرد خدمة ونظرة ضيقة للعمل جعلت عنصرية عيش قصر العمل على خيات العديد وهي نظرة تتعرض مع الجموقراطية الحديثة عشرة على عشرة يا أميرة بروفو عليك بروفو عليك وممتازة بصراحة إجابتك نموذجية وحلوة وساعدتيني لإن أنا فعلا كنت نسي أفلاطون شكرا يا أميرة نشوف أرستو أن يرى ساعدتنا في أفلاطون أرستو اتفق أرستو مع أستاذه على إن المدينة اللي بتحقق الساعدة لأفرادها الراجل أرستو أكد على أن نظام الرق نظام طبيعي ليه؟ لأن العبيد كلمتين آلة الحياة وآلة منزلية آلة الحياة هيخدمونا خارج المنزل طب آلة منزلية ده هيشتغلوا جوه المنزل لأن الحر تتنافى مع كرامة النواة يشتغل أرستو نادى بالتميز بين البشر فهناك زاكي منخفض الزكياء هناك من يصلح للحياة السياسية هناك من كف وهناك من لا يصلح وينتج عن ذلك أن هناك صنفان صنف حر بالطبيعة وصنف عبد يه؟ أنا محتاجة أنقض أرستو لازم من الدرس أنت اللي تعرف تستشف النقد يؤخذ عليه أنه نادى بنظام العبيد ودي فكرة تتعارض مع فكرة الفيلسوف اتنين يؤخذ عليه أنه نادى بفكرة التميز وهي فكرة غير مؤكدة في ضوء العلم المعاصر يؤخذ عليه أنه قصر العمل على غير اليونانين طب الفرابي الفرابي عمل مدينتين مدينة فاضلة مدينة الغير فاضلة مدينة جميلة سعادة تعاون نظام يقضها حكم عادل لو ما نظموش لو ما تعاونوش معنى كده تظهر عكسها وهي المدن الغير فاضلة طب ناخد مروة آلو آلو ازاك يا مروة آلو ازاك يا ميس عامل ايه الحمد لله تمام انت اخبارك ايه الحمد لله طيب اخبار الباب التالت ايه الحمد لله طيب عندك سؤال ولا هتشرح معنا حاجة ماشي هشارك اللي اتنين بس انا كنت عايز سؤال في المنطق ماشي تفضل أوهام الكهف ظاهرة بشرية عامة لدى كل البشر صواب أو خطأ أوهام الكهف ظاهرة بشرية عامة لدى كل البشر عبارة خاطئة لأن خلي بالك لدى كل البشر دي أوهام الجنس ما نعرفة بس أنا قصدي يعني اللي هي أوهام الكهف نفسها مكتوبة أخطاء باكو عفا الفرد نتيجة خطأ عقليته لا بس خلي بالك بحكم طبيعته الشخصية يعني هو بس طبيعته الشخصية يعني كل واحد مختلف كل فرد ليه تربيته ليه ثقافته ليه مهنته لكن أوهام الجنس ظاهرة بشرية وهي متأصلة في الفكر الإنساني ككل لا عالي ما ممكن تبقى يعني خاصة في البشر لا لا ما ينفعش مش مسألتنا ممكن كلمة لدى كل البشر دي موجودة في أوهام الجنس البشر لكن دي بحكم طبيعته الشخصية وخلي بالك دي فعل الحتة دي مهمة خلاص ماشي يا ميس ماشي هتشرحي ولا إيه؟ ماشي خلاص إيه؟ جهزة؟ أه طيب ماشي لا براحة كده شوي ماشي شرحنا الفرابي يلا الفرابي قال إن المدينة أول درجة في الاجتماع كامل ماشي لا إذا أنا شايفاكي بتقليبي عقوني بطير وهتقوليه لي لا 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 طيب ماشي ها وقال إن المدينة هي اللي بتتميز بالتعاون ما بيننا أهلها ماشي بشيور التعاون بيقدروا من أجل بلغة سعادة ما بينهم خلاص ماشي وقسم العمل إلى ثلاثة ثلاثة طبقة واحد الطبقة قمة والوسط والقاع والقاع قمتها بيبقى فيها النبي والسولان والملك والإمام والفيلسوف والملك والفيلسوف والوسط فيها الجنود والعمال والجنود والعلماء والعلماء آه أما الفقاع الزراء الزراء والصناعيين والفلاحين والصيادين والفلاحين شكرا لك يا مروة طب أقول النقد لا خلاص كفاية كده بقى أقول النقد يا ري طيب أقول النقد أشهر تأثر الفرابي بأفكار أفلاطون بأراء أفلاطون وأرسته تأثر بفكرة التعاون مستمدع من الدين الدين الإسلامي بس تمام أوي كده مروة نيش مع السلامة مع السلامة ساعدتنا في الفرابي نخش في ابن خلدون ابن خلدون عمل كتاب المقدمة قدمة ابن خلدون كتاب تحدث فيه على كل المهن المختلفة قال عبارة المشهورة جميلة أننا نقيم الأفراد وفقا لعملهم وأن الشخص الذي بلا عمل يصبح بلا قيمة إذن ابن خلدون بينازي بالعمل ويؤيد فكرة العمل تحدث عن كل المهن المختلفة تحدث على مهنة التجارة وقال أن التجارة تنمية المال بشتري سلعة وبيعها بسعر أعلى من تمنها قليلا حدد صفات التاجر عدم التضليل وعدم الغش وعدم الاحتكار وأن تكون نسبة الربح قليلة بالنسبة لرأس المال لأن الكثير في الكثير قليل دول احنا خدنا أفلطون أرستو فرابي ابن خلدون تعالوا نشوف وجهة نظر العلماء أو الفلاسفة المعاصرين في العمل عندي أدم سمس أبو الاقتصاد السياسي فروة الأمم لدرجة المكتاب واتخذوه مرجع أساسي في كل البلدان فكرته بتقوم على التوفيق ما بين المصالح العامة والمصالح الخاصة وكان يعتقد في النظام أو كفاءة نظام قادر على التوازن ما بين مصالح العامة والمصلحة الخاصة وهي فكرة أطلق عليها اليد الخفية أن الإنسان في سعيهم لتحقيق المصلحة العامة يحققون المصالح الخاصة دون أن يشعروا أدم سمس يترك الحرية للأفراد في اختيار ما يشاءون من العمل وليس لهم حدود إلا حدود المنافسة السؤال ممكن يجي يقولك اختار ما بين الأقواس من اللي وفق ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة طبعا آدم إسمس هيجل إنتاج الإنسان يرى أن تيجي نقولها بطريقة سهلة نبدأ العمل 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 إنتاج إنسان بوسطة إنسان آخر العمل نشاط اجتماعي ننجزه من أجل إجباع حاجتنا طب تلاتة العمل أساس العلاقات الاجتماعية بين الأفراد طيب أربعة العمل يؤدي إلى إجباع الحاجات الطبعية العمل علاقتنا بالعمل ليست علاقة معرفية وإنما علاقة تحويلية وتبادل أنت مبتعرفش الحاجة وإنما أنت بتعمل لها إعادة تصنيع وتحويل إحنا غطينا الباب الثالث وحاولنا إن إحنا نتكي على بعض العناصر اللي ربما تكون وقعت مني أثناء الحلقة اللي فات تعالوا بينا نشوف الأسئلة اللي جات السنة اللي فاتت 2018 ونشوف يا طرحنا هنجاوبها إزاي تعالوا نشوف أول سؤال جالنا بيقوله السؤال عندي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس يرى أن السمة التي تميز المدينة الفاضلة هي شيوع التعاون ودي جات في 2018 نصر قال لك اختار وظل للإجابة ابن خلدون ولا أرستو ولا الفرابي ولا هيجل طبعا وانت مغمت بتختار ميم الفرابي اختيارك اخترت وظللت لازم تشرح الفرابي وإحنا لسه متناولين شرح الفرابي حوالين المدينة الفاضلة ومضدطة وتأسيم المجتمع عند الفرابي يبقى معنا كده أظل للإجابة باختار الفرابي وأقوم بشرح يطرى تأسيم المجتمع عند الفرابي تعالوا نشوف سؤال آخر طبعا السؤال ده جاء السنة اللي فاتت 2018 تعالوا نشوف سؤال آخر سؤال تاني بيقول لي الانتاج الفكري لكل فيلسوف يتأثر بهوية وخصائص مجتمع حلو من الأسئلة المهمة وقال لي دلل على ذلك لسه قيلنها بس سمع حد بيقول لنا نستها الفلسوف عضو عايش في المجتمع يتأثر بأحداثه ويؤثر فيها إن الفلسفة لا تنشأ من فراغ الفلسوف تلات حاجات واحد يحمي عقيدة الأمة من التجزئة كما فعل هيجل وانيتشا اتنين ينقل المجتمع من لا مبالاء من سلبية من تجزئة لوحدة وتماسك تلاتة الفلسوف يقبل كل الأفكار الواردة عليه بعد أن يلخصها ويحللها ويفندها كما فعل ابن رجد فرابي والكندي دعونا نشوف سؤال تاني من أسئلة انتحانات الصينوية العامة عندي سؤال بيقول لي تتطلب تنميت ناخد محمد وضح الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي على طول وانت مغمض وضح الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي ممكن أقول عايز تقول لي يا محمد ممكن أقول الإجابة كده ونشوفوها إذا كانزح ولا غلط ماشي تفضل الغيابة الفلسفة من أبرز أعداء اللي جاني الأخلاقية صح والطابع العلمي والعملي للفكر البيوتيقي وصلته بالفلسفة البرمجاتية صح ومفاهيم أخلاقية بيوتيقية اللي هي الحق والواجب صح وتفسيخ قيم بيوتيقية ذات أبوعة الفلسفي اللي هي الحوار والتسامح والحقوق الإنسان ومشكلات بيوتيقية تصير الجدر الفلسفة اللي هي زراعة الأعضاء وأطفال النبيب وكده يعني صح إجابة صحيحة هو هنا في السؤال دوت عايز علاقة الفلسفة بالبيوتيقة معاك خمس نقاط هو عادي خمس نقاط دوتا يعني كده هي صح أيوة إجابة صحيحة معايا سفلتاني معلش ماشي بيقولي ودف دور علماء الدين علماء الدين في الاستنساخ آه في الاستنساخ الإنسان والحيوان ماشي عارف الإجابة لا أنا بطلق بكبرهم صراحة يعني ماشي خلي بالك الحتة دي مهمة أنت عندك خلي بالك أنت عندك أول تجربة عملوها للإستنساخ اللي هي النعجة دولي صح؟ آه وبعد كده أصارت ولادة أول طفلة أمريكية أصارت العديد من الجدل آه في عندي علماء الدين بعض الناس أجازت الاستنساخ أجازت استنساخ الإنسان أجازت استنساخ الحيوان والنبات بلا قيود لي بعض العلماء وبعض الآخر رفض الاستنساخ يبقى معنى كده خلي بالك ما بين العلماء وما بين رأي الدين في استنساخ الحيوان والنبات أنت عندك رأي الدين رفضوا استنساخ الإنسان لأن الإنسان محتاج لمشاعر الأحاسيس محتاج لأخلاقيات تشريعات ضوابط أخلاقية معينة خلي بالك أن الطفل محتاج لحنان أم رعاية الوالدين اتفقت جميع الأديان على تحريم الاستنساخ بأي صورة تؤدي إلى التكاثر بصورة غير طبعية طيب بعض الآخر من الدين قالوا أننا موافقين على استنساخ الحيوان لأنه عالم بلا ضوابط أخلاقية عالم واسح ومباح وأقروا باستنساخ النبات بما لا يضر الحيوان والإنسان الحتة دي هو أخدم عكش عشان في النبات يعني لايقو القيود عليها يترتب عليها ضرر على الحيوان أو النبات أو الإنسان وكده أيوة تمام كده آه تمام وفي الحيوان يعني مثلا الحيوان اللي هي مباحة لعدم وجود ضوابط أخلاقية يعني أيوة تمام لأنه يؤدي للتكاثر بصورة غير طبعية عشان كده رفضوه آه في عندك سؤال تاني يا محمد لا 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 تمام كده لك شك ماشي مع السلام مع السلام السلام نرجع تاني لأسئلة من أسئلة السنوية العامة تتطلب تنمية الاعتبارات هذه السؤال احنا ابتدنا بيه تتطلب تنمية الاعتبارات الأخلاقية وده برضو جانا في 2018 في مجال الوظيفة العامة عدة آليات دلل على ذلك أنا نفسي بطلغبط في السؤال ده لو لمحت كلمة عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة عناصر يبقى عايز العناصر بتاعت أخلاقيات الوظيفة العامة عايزي من الموظف حب العمل والإخلاص والإتقان والسرعة محافظة على ممتلكات الشركة محافظة على العادات على التقاليد إنجاز لو لمحت كلمة مبررات مبررات ليه عايز الموظف يحب شغل ويخلص في عمله يا طرق إيه المبررات تحسين الخدمة المقدمة للجمهور ضمان الشفافية في التعامل مع الجمهور نضمن كفاءة العمل من خلالك واحدة واحدة ونضمن روح التنافس هنا هو مش عايز دي مش عايز دي هو عايز السؤال هنا وخلي بالك دي الكلمة اللي بتدللك عايز الآليات اللي بتعتمد عليها تنمية الاعتبارات الأخلاقية في مجال وظيفة العامة ماله يتضمن عدة آليات واحد الموظف الحلو نعمله إيه والمقصر نعمله إيه الحلو نكافؤ شهد التأدير يبقى تقدير الأداء الأخلاق المتميز للموظفين طب الواحش نعمله إيه نحط له جزائات راضعة يبقى طبيق وضع جزائات راضعة لمن يخالف طبيق القواعد الأخلاقية في مجال الوظيفة العامة طب ثلاثة نحدد سلطة موظف وإداري طيب أربعة الضمير الزاتي يضمن الاستمرارية طيب خمسة نعمل نظام تحسين النظام الرقابي ليه عشان برضو نضمن استمرارية العمل طب إيه رأيكم نحط تعليمات بكل المعلومات اللي احنا حطناها دي في فين؟ في المؤسسة أو في الشركة بحيث ان احنا نعمل مراجعة للتعليمات اللي خاصة بعناصر أخلاقيات الوظيفة العامة ناخد هاني من الجيزة أهلا السلام عليكم وعليكم السلام إزاك هاني؟ إزاك هاني سلام عليكم الحمد لله كويس انت أخبرك إيه؟ الحمد لله طيب تعني دي سؤال بس هاميس ماشي تفضل بيقول لي ان تهديد البيئة الطبيعية ماشي تهديد البيئة جاء على الفلاسفة والعلماء يهتمون بشؤون البيئة صحة ولا غلط ايه ده ده انت وانت مغمض انت مفتح له وصبع رجلك ايه من عارفه طيب اه قامة التوازن اه لأ ايه واحد صح هنقول لي قامة التوازن بينما طالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة قصة المواردة ماشي هدي واحد اتنين يحترواهم حقوق كائنات الحية ماشي يحترواهم حقوق الأجيال الأخرى ماشي طب هقولك على معلومة تانية افرد نسيتهم خدت تلات جمل بتوال الاحترام والصوم عارفهم دع العلماء في الاحترام والصوم ايقاظة اخلاقيات البحث العلمي محافظة على حقوق الأجيال القادمة هو السؤال بيقولك تهديد البيئة جعل الفلاسفة بيعملوا ايه هم دي اول تلات نقاط سخلي مخك يكون حاضر حتى لو نسيتهم ازاي تجاوب حتى عندك تلات جمل في الاحترام والصوم هاي عندك سؤال تاني هاني لا شكرا هانيش هوا عليكم مع السلام تعالوا نشوف سؤال اخر من الاسئلة اللي جات لنا في امتحان السنوية العامة عندي سؤال بيقولي يعد العمل وظيفة مشتركة بين الانسان والكائنات الاخرى يعد العمل وظيفة مشتركة بين الانسان والكائنات الاخرى تفتكر العبارة صح ولا العبارة غلط يا ترى الحيوان برضو بيشتغل حتى دي خلي بالك منها موجودة في بداية الباب التالي ان الانسان يتميز عن الحيوان بالعمل والدليل على ذلك ان العمل يؤدي لتقدم الامم الانسان عمل المصانع لتنقية الحليب من الاخطار والسموم الانسان حول الحديد لطيارة وصيارة الانسان هو اللي قهر الطبيعة وجعل الطبيعة تغضع ليه هو اللي سيطر عليها هو اللي ادى لتقدم من الامم يبقى العبارة في الحالة دي بتطلع العبارة خاطئة لان الانسان يتميز عن الحيوان بالعمل وده جاء في 2018 تعالوا نشوف السؤال اخر برضو من اسألات امتحان السنوية العامة السؤال عندي بيقول لي يا راهيجل ان العمل ادى لتحرير الانسان من سيطرة الطبيعة دلل على ذلك تاني حاجة خلي بالك احنا جايبين احنا جايبين اسألة امتحان السنوية العامة واسألة النماذج الاسترشادية لنزلة السنوية الفاتت يا راهيجل ان العمل ادى لتحرير الانسان من سيطرة الطبيعة دلل على ذلك هو ساعدك بجملة كمل انت باع بقية الجمل طب انت انسيب بقية الجمل ابتدي بكلمة العمل 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 انتاج انسان بوسطة انسان اخر تاني حاجة العمل اساس العلاقات الاجتماعية وانت خدتها فعل من الاجتماع خلي بالك العمل نشاط اجتماع ننجزه من اجل اجباع حاجتنا او من اجل اجباع الحاجات الاسسية بتاعت الانسان العمل علاقتنا به مش علاقة معرفية وانما علاقة تحويلية متبدلة يبقى دلل على ذلك انك بتقوم بتكملة بقية الاجزاء اللي موجودة معك دعا نشوف سؤال اخر عندي سؤال بيقول لي تقوم نظرية العمل عند ادم سمس على التوفيق بين المصالح العامة والخاصة دلل على ذلك خلي بالك جاب لك جملة كملي الباقي كفاءة نظام اجتماعي قادر على التوفيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة ادم سمس بيطرق الحرية للأفراد في اختيار العمل ما لكش اي حدود اللي حدود المنافسة خلي بالك ان ما عندكش اي حدود ودي فكرة اطلق عليها فكرة اليد الخفية ان الانسان اسناء سعيهم لتحقيق المصالح العامة بيحققوا المصالح الخاصة دون ان يشعروا وهي فكرة اطلق عليها اليد الخفية تعالوا نشوف سؤال اخر من اسئلة السنوية العامة السؤال بيقول لي يرى البعض ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قبل وضع المعايير الاخلاقية للمهنة حل العبارة وده نزل في النموذج الاسترشادي بوكلة الرابع نموذج الاسترشادي طب انت معك ثلاث فرق خلي بالك كده كل فريق ليه جملة مميزة ليه الفريق الاول يرى ان اخلاق المهنة تحمل في طياتها الطابع العام والطابع الخاص طيب الفريق التاني بيربط ما بين اخلاق المهنة والثقافة الفريق التالت يرى انه قبل وضع اخلاق المهنة لابد من فحص الثقافة السائدة ليه ولا هتتحول الى شعارات جامدة ازاي المعلم خلي بالك انا عايز افحص سمات المعلم طب مكانة المتعلمين طيب الناس اللي بتعامل معهم المعلم طب دور المؤسسات التربوية دور المؤسسات التربوية تجاه المعلم مكانة المعلم كل دوت بسميه من السمات لو انا عايز اشغل اي مدرس خلي بالك لو انا مراعدش هذه السمات السابقة معنى كده هتتحول الى شعارات ملها شعارات جامدة تعالوا بينا نتناول سؤال اخر السؤال بيقول لي حدد المقصود باخلاقيات الوظيفة العامة في ضوء ما درست حدد المقصود باخلاقيات الوظيفة العامة في ضوء ما درست طيب تيجي نجمع التعريفات بتاعت الباب انا عندي تلات تعريفات في الباب عندي تعريف اخلاق المهنة عندي تعريف يعني اخلاق المهنة ووظيفة عامة اخلاق الوظيفة العامة طيب انا عندي التعريفات بتخش بعضيها متدخلة تيجي نقولها بطريقة بسيطة طبعا احنا حاولنا ناخد مكالمات بسيطة في حلقة النهاردة عشان نغطي اكبر كمية من الاسئلة وان احنا نعمل معاك مراجعة على كل الباب التالت بحيث انك تكون ملم بيه وبعض الاجزاء اللي احنا ممكن تكون سقطت سهوان مننا اخلاق المهنة قواعد معايير لا تستقيم المهنة بدونها ما ينفعش اسيب الناس للضمير للوزع الديني عملية نسبية متغيرة وانما لابد من وضع قواعد مستنبطة ليه للوصول للاداء الامثل للعمل يبقى مجموعة من القواعد مجموعة من المعايير لا تستقيم المهنة بدونها والطابع الالزامي لسلوك المشتغلين لا يركن للضمير والوزع الديني وانما للقواعد المستنبطة للوصول للاداء الامثل في العمل ده تعريف اخلاق المهنة طيب الوظيفة العامة السين بيشتغل بتشتغل ايه اي وظيفة طبعتهم به واجبات ومهام طبعتهم بيه في المقابل بمجددددددًا طب لو أم بحاجة مخل ضد مهنته أسحب حقوق قول Limita دي الوظيفة كل واحد بيشتغل فى مهنة معينة يقوم بواجبات يقوم بمهام نديله حقوق نديله امتيازات أم بحاجة مخلة ناسحب الحقوق قول Limita طب أخلاقيات الوظيفة العامة خلي بالك تمييز بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ ويحدث الفساد الإداري إذا تم الانحراف عن هذه القواعد والمعايير لو أنا حققت المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة معنى كده حدث انحراف وحدث فساد إداري يبقى الباب دوات فيه تلات تعريفات أخلاق مهنة يعني وظيفة عامة يعني تعريف أخلاقيات الوظيفة العامة تعريفا نشوف سؤال آخر عندي سؤال بيقول لي يعد تحسين الأداء من فوائد خلي بالك من الجزئية دي بتيجي نقطة واحدة بيقولك صح عم خطأ من فوائد الالتزام بأخلاقيات أو مواصيق أخلاقيات المهنة حدث صحة أو خطأ العبارة وانت مغمضت العبارة صحيحة طب انت نسيت الشرح اي مؤسسة اي شركة اي مصنع لو التزموا بقيام العمل لو التزموا بسلوكيات العمل لو حسنوا أداءهم لو أنتجوا حاجات ما فيهاش عيوب الصناع وعيوب التصنيع معنى كده حد هيرفع عليهم قضية حد هيتحملوا زيادة في التكاليف لا حسنوا أداءهم نفس الحال بنسبالك لو أنت حسنت أداءك في المذاكر لو أنت راعيت ضميرك في المذاكر حد هيقولك ذاكر لا يبقى نفس الكلام مؤسسة وانت بنراعي قيم السلوكيات العمل وانت بتراعي قيم وسلوكيات المذاكر ما حدش هيحسبهم وانت ما حدش هيحسبك نوع من أنواع المماثلة تعالوا نشوف سؤال آخر عندي سؤال بيقول لي حدد قيمة العمل في نهضة الأمم في ضوء ما درست حدد قيمة العمل في نهضة الأمم في ضوء ما درست لسا يلينا السؤال دا دور العمل في تقدم الأمم الإنسان يتميز عن الحيان بالعمل الإنسان قلنا هو اللي قهر الطبيع هو اللي سيطر على الطبيع هو اللي حول حديد لطيارة وصيارة هو اللي نقى الحليب وعمل المصانع لتنقيته من الأخطار والسموم خلي بالك أن هناك بعض الأشياء التي لا تستجيب مباشرة لحاجتنا وإنما كان لابد من إعادة تصنيع حتى يتم التعامل معها في حاجات ما ينفعش ما ينفعش أروحها كل شوية قمح ما ينفعش أروحها كل شوية قطن يبقى معنا كده احنا عملنا إعادة تصنيع إعادة تحويل من غير عمل لن تتقدم الأمم لما تيجي تلمي الباب الثالث بص على الكلام على إنه سهل دور العمل في تقدم الأمم أخلاق المهنة ده التعريفات أخلاق مهنة وظيفة عامة أخلاق الوظيفة العامة عناصر أخلاقيات الوظيفة العامة المبررات الأليات أذكر ستة من أمثلة من ناس اللي ما بتلتزمش بأخلاقيات المهنة موظف مهندس مدرس مصنع مؤسسة ليه ظهرت أخلاق المهنة قلنا الوازع والأخلاق والخلل الأخلاقي كلمنا على دور الفيلسوف الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع كلمنا على أفلاطون كلمنا على الفرابي خلي بالك من النقد والتعقيب برأيك كلمنا على أرستو كلمنا على ابن خلدوم اللي عمل كتاب مقدمة ابن خلدوم عندنا أيضا تناولنا الفلاسفة المعاصرين أدم اسميس وهيجل فين؟ كلهم ونظرتهم في العمل معنى كده الباب كله سهل ناخدش معاك حاجة لو أنت شايف الصعوبة في المذاكرة أخد السؤال بالإجابة أخد يا ترى إيه الأسئلة اللي تم اللي جت بصفة مستمرة ما تنساش احنا تناولنا أهمية ميساق أخلاق المهنة قلنا صورة زهنية إيجابية قلنا تنين التزام بوسائل قانونية واجتماعية قلنا تلاتة تحسين الأداء قلنا أربعة لاستخدام الأمن سل الموارد تحدثنا عن دور الفيلسوف في وضع ميساق أخلاق المهنة معنى كده الباب بسيط الباب سهل خلي عندك وازع إرادة قوية إنك تتغلب عليه وإنك تذكره سؤال وإجابة وكده أعزائنا الطالب والطالبات نكون وصلنا إلى نهاية حلقة النهاردة لقاء آخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر